موسيقى حياكم الله هذه النشرة الرئيسية من قناة سمى الفضائية نبدأها بالعنوين موسيقى الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس موسيقى الحسكة لا تزال عطشة والمياه لم تصل الى المدينة بسبب سرقة ميليشيات اردوغان للكهرباء في رأس العين موسيقى غواصة اسرائيلية تستفز ايران قضية سفينة ميرسر ستريت مطية الغرب لاستهداف طهران موسيقى اهلا بكم اصدر الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم رقم مئتين وثمانية لعام الفين وواحد وعشرين القاضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية اصدر المرسوم رقم مئتين وثمانية لعام الفين وواحد وعشرين القاضي بتشكيل الوزارة المهندس حسين عرنوس رئيسا لمجلس الوزراء العماد علي عبدالله ايوب نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع الدكتور محمد عبدالستار السيد وزيرا للأوقاف منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية المهندس حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة الدكتور بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي المهندس سهيل عبداللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة الدكتورة لبانا مشوح وزيرا للثقافة الدكتور دارم طبع وزيرا للتربية القاضي أحمد السيد وزيرا للعبل الدكتور تمام رعد وزيرا للموارد المائية الدكتور قينان ياغي وزيرا للمالية المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل المهندس بسام طعبة وزيرا للنفط والثروة المعدنية الدكتور حسن الغباش وزيرا للصحة زياد صباغ وزيرا للصناعة المهندس محمد حسان قطنة وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين الدكتور عمر سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله عبدالله وزير دولة محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور بطرس الحلاق وزيرا للإعلام الدكتورة ديالة بركات وزير دولة استشهد مواطن بانفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين في قرية معان بريف حما شمالي وقال مصدر في قيادة شرطة حما إن القنبلة انفجرت خلال قيام مزارعين بقطف محصول الفستق وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي وصلت قوات الاحتلال الأمريكي مساعيها لإنشاء ميليشيات مسلحة جديدة من أبناء العشائر العربية تتبع مباشرة لقيادتها في حين اعتبر شيوخ عشائر في المنطقة أن المخطط الأمريكي الجديد يهدف إلى قطع الطريق على المقاومة الشعبية مشددين على أن العشائر العربية موقفها واضح ولا يمكن مساومتها على وطنها وأوضحت المصادر أن دوريات من قبل الاحتلال ما زالت تقوم بجولات على قرى في ريف القامشل والحسكة وتعمل على تقديم مغريات مالية سعيا وراء الدفع بشبان تلك المناطق للانتساب لهذه الميليشيات موضحة أن ما يجري في الوقت الحالي هو عملية جمع للأسماء ولم يعلن حتى اللحظة رسميا عن تشكيل هذه الميليشيات واعتبرت أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة ضرب مشروع المقاومة الشعبية هذا وكانت جددت روسيا التأكيد بأن الوجود العسكرية الأمريكية في سوريا غير قانوني وقالت إن تفسير واشنطن للقرار 22-54 سخيف ومثير للسخرية ونقلت وكالة تاس عن السفارة الروسية في واشنطن قولها رجاء اقرأوا الوثيقة بدقة وتمع اقتطفت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المواطنين في ناحية تلحميس جنوب القامشلي بريف الحسك الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد أقدموا صباح الثلاثاء على مهاجمة عدد من المواطنين في عدة أماكن في ناحية تلحميس واختطفوا عددا منهم بذريعة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة مؤخرا ضد ممارسات الميليشيا وللمطالبة بطردها من مناطقهم وقام أهالي بلدة تلحميس في الأول من الشهر الجاري باعتراض رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة مرددين عبارات تطالب بطرد قوات الاحتلال وعملائها من جميع الأراضي السورية أعلن محافظ الحسكا لواء غسان حليم خليل أن الصديق الروسي تمكن من حل الخلاف مع المحتل التركي بشأن مياه محطة علوك التي تعد المصدر الرئيس والوحيد للمياه لأكثر من مليون نسمة في مدينة الحسكا وريفها لكنه أوضح أن المياه لم تصل إلى المدينة لأن عمليات الضخ من علوك ضعيفة بسبب سرقة ميليشيات النظام التركي المنتشرة في مدينة رأس العين المحتلة للكهرباء الواردة إلى المحطة وقال خليل هناك جهود بذلها الجانب الروسي وهي كثيرة في حل الخلاف بشأن مياه محطة علوك ووصولها إلى مدينة الحسكا ولكن تشابك المشاكل بين المحتل التركي والميليشيات التابعة له ترك الموضوع في دائرة فيها الكثير من المشكلات والأطراف فهذا يسرق الكهرباء وذاك يسرق المياه وأكد المحافظ أن الجانب الروسي شبه مقيم في محطة علوك وورشاتنا تدخل إلى المحطة وقد تمكنت من صيانة الكثير من الآبار والمياه تخرج من محطة علوك ولكنها خارجها أيضا يجري استغلالها أو هدرها أو استخدامها في مجالات أخرى من قبل ميليشيات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ولم يستمر تشغيل محطة علوك أقل من 24 ساعة حتى بدأت التعديات على خط الكهرباء المغدي للمحطة ما أدى لعملها بأدنى طاقة وعدم وصول المياه إلى محطة الحمى ورغم مرور أكثر من عشرة أيام على تشغيل المحطة إلا أن المياه لم تصل إلا للأحياء الجنوبية لتنخفض طاقة المحطة وتبقى غالبية الأحياء دون مياه للشهر الثالث على التوالي تتغذى محطة مياه علوك عبر خط 20 كافية من محطة تحويل كهرباء الدرباسية وتم تزويد هذا الخط بما يعادل كمية 7 ميجاوات وهذه الكمية تكفي حاجة محطة مياه علوك وتزيد مع العلم أنه عندها تشغيل محطة مياه علوك بالطاقة الخصوى تستهلك من 3.5 إلى 4 ميجا ولكن المحتل التركي ومرتزقه الموجودين بهذه المنطقة لا يقومون بتشغيل محطة إلا بالحدود الدنيا الدنيا ويستخدمون الكهرباء الواردة إلى المحطة لتوصيل الآبار الزراعية والمشاريع الزراعية ومواقعهم وأماكن سيطرة المحتل التركي على هذه المنطقة ويعمل الاحتلال التركي مع المسلحين التابعين له على استقلال كميات الكهرباء الواصلة للمحطة والتعدي عليها لصالح تشغيل مشاريع زراعية ما تسبب بعدم وصول الكمية اللازمة من الكهرباء لتشغيل المحطة طبعا هناك جهود حكومية تبدل عن طريق الأصدقاء الروس من أجل الضغط على المحتل التركي من أجل إزالة هذه التعديات طبعا إزالة هذه التعديات سوف تؤدي إلى استقرار التيار الكهربائي ووثوقيته وأيضا حتى قوة الطاقة الكهربائية تكون بالحدود أو الوضع الجيد تستمر معاناة الأهالي بالحسكة مع استمرار توقف تدفق المياه لأحياء المدينة بانتظار وعود ضامن الروسي بحل المشكلة وإيصال المياه باستمرار إلى المدينة وأريافها أيها المرعي لقناة سما مدينة الحسكة أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج بول سار وشركة تأجير الطائرات جرين لايت موسكو وآسيا إنفست الروسية حيث تزعم واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحضر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة وعلاوة على ذلك تم إدراج حركة عصائب أهل الحق العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق وجماعة كتائب حزب الله وحزب الله اللبناني وشركتين تجاريتين من سوريا فيما سميت القائمة السوداء أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الأسيرات يعانين ظروفا صعبة جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهن وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسيرات وعددهن تسع وثلاثون يتعرضن لأبشع أشكال التعذيب في معتقلات الاحتلال وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت الأمم المتحدة تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يقوض مصداقيتها وقراراتها ويوفر الغطاء لإسرائيل كقوة احتلال استيطانية عنصرية وفيما كان المستوطنون الصهايينة يجددون اقتحام المسجد الأقصى أوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا أنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال ومستوطنوه جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته وأن الاحتلال لم يتوقف منذ العام 48 عن استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي اتهم زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي دولا أجنبية بينها سفارتا أمريكا وبريطانيا بزعزعة استقرار العراق وتشويه سمعة قوات الحشد الشعبي والعمل على عرقلة سير الانتخابات المقرارة في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل مؤكدا خيار المقاومة قرار التضامن مع الشعب اللبناني قرار التضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هو ينطلق من مصلحة العراق أولا كما أنه ينطلق من مصلحة كل شعوب المنطقة وكما أنه ينطلق من مصلحة أن قضية فلسطين وقضية القدس هي قضية عقائدية ودينية وقضية كذلك هي قضية عربية وقضية قومية بالنسبة لنا مع كل هذا كذلك كما قلنا لأن إسرائيل هي عدو لكل الشعوب العربية والإسلامية وهي العدو الأول للشعب العراقي هذه نقطة مهمة هذا العداء من قبل كيان إسرائيلي ليس عداء كلاميا يعني فقط هتافات وألانات وإلى آخره بل هو عداء عملي ذكر قائد جماعة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بأن منع النظام السعودي للحج للعام الثاني بذريعة كورونا أمر خطير جدا ويمثل إساءة لبيت الله الحرام مطالبا للنظام السعودي بالكف عن منع فريضة الحج وأن يفتح المجال للناس للحج والعمرة وقال الحوثي إن معركة سيف القدس خطوة موفقة انتهت بالنصر الإلهي كما أنها فرزت الأمة وفضحت المطبعين مع إسرائيل أما في موضوع العدوان على اليمن قال الحوثي إن الحصار جزء من العدوان والحرب من أبرز التطورات التي يجب التوقف عندها وتسليط الضوء عليها هو ما قام به النظام السعودي في العام المنصر من منع للمسلمين من الحج ما عدا عدد محدود من داخل السعودية ويتذرع بكورونا وهذا أتى أيضا للعام الثاني يعني منع أول عام وثاني عام هذه الخطوة نعتبرها خطيرة جدا وسلبية للغاية وتمثل إساءة كبيرة جدا إلى المعلم الإسلامي العظيم المقدس إلى بيت الله الحرام وإلى ركن من أركان الإسلام والحج من التطورات والأحداث المهمة التي حصلت خلال العام هي عملية سيف القدس في فلسطين وكانت حدثا مهما وعملية مهمة جدا وأهميتها الكبيرة من كل الجوانب هي أتت في مرحلة اتجه فيها العدو الصهيوني الإسرائيلي للاستهداف المباشر للمسجد الأقصى الدور الرئيسي لاستمرار هذا العدوان هو للأمريكين والبريطانيين قليل مسألة معروفة وتحدث حتى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أن أمريكا لو أرادت بجد وقف هذا العدوان وقررت لتوقف في نفس اليوم الذي تتخذ فيها هذا القرار هذا العدوان ما كان له أن يستمر إلا ويستمر الغطاء الأمريكي على المستوى السياسي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي والإشراف الأمريكي وإلا لا يستطيع للنظام السعودي ولا النظام الإماراتي الاستمرار في العدوان إذا قرر الأمريكي والبريطاني التوقف عن ذلك هذه مسألة معروفة ومؤكدة ولا شك فيها أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها الكشف عن بعض الوثائق السرية المتعلقة بهجمات الحادي عشر من أيلول وذكرت شبكة أم بي سي الإخبارية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في مراجعة الوثائق التي قالت وزارة العدل الأمريكية سابقا إنها يجب أن تظل سرية وجاءت هذه الخطوة وسط ضغوطا متزايدا من عائلات ضحايا هجمات أيلول للكشف عن المعلومات السرية المتعلقة بهذه الأحداث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده على ثقة بأن إيران هي التي قامت بالهجوم على السفينة ميرسر ستريت وأضاف بلينكين خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن الافتراضية بشأن الأمن البحري إن الدول المسؤولة عن هجمات ضد الملاحة البحرية يجب أن تحاسب وأن هجوم إيران على السفينة ميرسر ستريت غير مبرر على حد تعبيره لا يبدو أن حرب الظلي كما أطلق عليها بين إسرائيل وإيران ستنطفئ شعلتها بعد الحادثة الأخيرة الملفقة في مياه الخليج فكل ما حدث بعدها من ارتفاع نبرة التهديد المتبادلة والتحشيد المعتاد من إسرائيل وشركاتها من الدول الغربية يوحي بتصعيد تدفع له إسرائيل بتهور بالإضافة إلى أن تل أبيب تلعب على حبل تحشيد آخر وتستعجل انتقاما شريسا من طهران لجرها إلى مواجهة مباشرة من خلال قيامها بتحركات استفزازية على الأرض توازي تصعيدها السياسية على مستوى العالم أمن الملاحة البحرية ملف ساخن ناقشه مجلس الأمن بعد حادثة السفينة الإسرائيلية لكن تل أبيب كانت أول من انتهك أمن البحر بعد الجلسة وأرسلت غواصة عسكرية برفقة سفينتين حربيتين باتجاه البحر الأحمر للقيام بعمليات استفزازية تستوجب الرد الإيراني أمر الغواصة سري أن لم تعلن عنه تل أبيب إلا أن مصادر أمنية إيرانية كشفت مخططة تل أبيب لاستهداف سفن إيرانية هدف لم تخفي تل أبيب في تصريحاتها السابقة فهي أعلنت عن نواياها عبر أغلب مسؤوليها تصريحا وتلميحا مكافحة الأنشطة العدائية في البحار والبراري شعار يتداوله السياسي الدول الغربية لمعاقبة طهران على شيء لم تفعله أولا بحسب تأكيد مسؤوليها ودون أدلة تثبت تورطها ثانيا لكن أكثر من نجحت إسرائيل في تهييجه ضد طهران الولايات المتحدة والسعودية جهتان تحملان بالأصل موقفا متشددا من إيران وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تصل بنظيره السعودي ومحور الحديث صفينة ميرسر السريت وكيفية الرد على الهجوم الإيراني عليها كما يزعمان لهجة عدائية تبناها بلينكن ضد طهران مشددا على إخضاع المسؤولين عن الهجوم للعقاب حتى اللحظة يمكن القول أن تل أبيب نجحت في الخطوة الثانية لها في تأليب العالم ضد طهران بعد افتعال المشكلة وإن كانت المرحلة الحالية تقتصر فقط على تهديدات بالجملة وتوعدات برد قاسا ومحاسبة وعقاب إلا أن إسرائيل تسعى لكسب أكثر من أصوات مرتفعة تريد حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لكن على الأرجح سيتوقف أصدقاؤها عند هذا الحد من الدعم كما فعلت بريطانيا مثلا أرسلت إلى طهران لتقول إنها لا ترمي لعمل عسكري ضدها وإنما ستحاول متابعة القضية من خلال الإجراءات الدبلوماسية أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن المدمرة دنا محلية الصنع بالكامل ستنضم قريبا إلى الأسطول القتالي للمنطقة البحرية الثالثة للجيش لإرسالها في مهمة بحرية ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خانزادي قوله إن مدمرة دنا والتي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين ستنضم إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في كنارك بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية موضحا أن بناء السفن المحلية الصنع بالكامل هو علامة على الاكتفاء الذاتي للمتخصصين الإيرانيين وأشار إلى أن وجود القطع البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني في المياه الدولية يحقق ضمان أمن الخطوط البحرية من أجل حماية مصالح إيران ويعكس قوة واقتدار البلاد بدأت الصين وروسيا مناورات عسكرية ضخمة بمشاركة عشرة ألاف جنديا من القوات البرية والجوية لدى الجانبين عبر إنشاء مركز قيادة مشترك أجري التدريب بداخله بحيث تشمل المناورات الاستطلاع المشترك والإنذار المبكر والهجمات الإلكترونية والمعلوماتية وتنفيذ الضربات المشتركة إلى أخبار الاقتصاد مع هبا محفوظ أهلا بكم مشاهدينا إلى العنوين إطلاق برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المصرف التجاري السوري والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حبابة أهلا بكم أسبوع القادم حيث بدأ تقديم الطلبات إلى فروع المصرف في المحافظات ويدعم المصرف هذا النوع من القروض بتخفيض معدلات الفائدة على كافة القروض بمعدل 2% إضافة إلى أن جزءا أساسيا منها بفائدة مدعومة وفق البرنامج الحكومي لدعم فوائد القروض من قبل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يصل الدعم إلى معدل فائدة 7% وتتحمل المشروعات فائدة بسيطة هي 4% ازداد حجم الودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل لدى المصارف العامة والخاصة بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 7900 مليار ليرة سوريا وذلك حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري ووفقا للتقرير الاقتصادي الإسبوعي الصادر عن مصر في سوريا المركزية وصلت الودائع تحت الطلب إلى 4922 مليار ليرة سوريا حتى نهاية شباط من العام الجاري بمعدل نمو يبلغ 11% مقارنة بالودائع الذاتها حتى نهاية العام الماضي على حين تراجعت ودائع التوفير بصورة طفيفة بمعدل 2% بينما ارتفعت الودائع لأجل بمقدار أكثر من ملياري ليرة تتواصل أعمال تنفيذ المحطة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب وبعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى تم البدء بالمرحلة الثانية على أن يتم انتهاء الانهاء من هذا العمل خلال الأسبوعين القادمين وتأتي إقامة المحطة الكهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار باستطاعة 33.5 ميجاوات ضمن توجهات الحكومة للاعتماد على الطاقة البديلة الاقتصادية ولتأمين الكهرباء بشكل جزئي للمدينة الصناعية بالاعتماد على الطاقة البديلة وتشغيل المنشآت الصناعية وأوضحت مصادر من كادر المحطة أن محافظة حلب عاملة على توطين وإقامة مصادر الطاقة البديلة في المدن والمناطق الصناعية للاستفادة منها كمشاريع رائدة في تأمين الطاقة الكهربائية للمشآت الصناعية حيث تم البدء بتنفيذ المحطة الكهرضوئية في الشيخ نجار وفق مدة عقدية مدتها السنة ونصف السنة تم البدء فيها خلال شهر آذار الماضي إلى ذلك تتواصل عمليات إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية بحلبة وذلك بعد وصول المعدات حيث يتوقع الانتهاء قبل نهاية شهر حزيران يونيو من العام المقبل ووضعها بالخدمة بقيمة تقدر بمائة وثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسين ألف يورو كوادر وزارة الكهرباء تواصل العمل على إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية بحلب وذلك ضمن العقد المبرم مع إحدى الشركات الإيرانية والمباشرة بتركيب التجهيزات والمحولات التي وصلت إلى المحطة مدة تنفيذ العقد 23 شهر المجموعة الخامسة 15 شهر والمجموعة الأولى 18 شهر القيمة العقدية لعقد 123 مليون وأربعمائة وخمسين ألف يورو لعمال حاليا تجري على قدم وساخ ومعدل وربيتين يوميا من يومين وصل لعنا محاولات مهمات جدا محاولات كهربائية الغاية منها حلقة الربط ما بين الشبكة وما بين التجهيزات الكهربائية ضمن الشركة على بار الستة كيلو وبعد وصول هذه المعدات تقوم كوادر وزارة الكهرباء بالتعاون مع الشركة المنفذة بالإشراف والعمل على مدار الساعة في أقسام المراجل والصيانة الكهربائية من كبلات المنخفض والمتوسط ودارات التحكم في المجموعتين الأولى والخامسة نعم نمد كبلات التوتر المتوسط من مبنى المعالجة إلى غرفة القواطع ونهن من قبل قمنا بتجهيز غرفة القواطع ومنها سوف نربطها بمحاولة 66 كيلو فولت لتجهيز خلية تجهيزا لإقلاع أي مجموعة تكون في الخدمة ومنها كبلات التوتر المنخفض وكبلات التوتر التحكمية أيضا نحن حاليا نقوم بأعمال الإشراف على أعمال الشركة المتعهدة من حيث فك العسابين للمثال الحرقات الكشف عليها استبدال اللي يمكن استبداله الكشف على المراوح سواء مراوح تدوير الغازات أو مراوح الهواء إضافة لذلك الكشف على مسخن الهواء الدوار تم ضبط القواتع اللي هي القواتع بتألف من قسمها قسم التحكم والقياد إلو والقسم القاتع الحقيقي اللي هو هنا تم عملية الوسط للفصل للحمولات اللي برة فالقاتع هم من حيث سيان تم إجراء سياني كامل إلو وتجهيز ونحط بالخدمة ولوحة التحكم تم إعادة ضبط ومعائرة السيتينج والقيام المعياري لعمل اللوحات بشكل كامل هذا ومن المتوقع الانتهاء من عمل المجموعة الخامسة ووضعها في الخدمة قبل نهاية الشهر السادس من العام المقبل لترفض المنظومة الكهربائية بخمسمائة ميجا إضافية هيثم كزو قناة سمى الفضائية ريف حلب ووصلت إلى موقع مشروع محطة توليد الرستن في الاذقية اليوم الدفعة الرابعة من الحمولة الثقيلة والتي تضم المحاولات الرئيسة الرئيسية للمجموعة البخارية وذكر المهندس نذير دانورة مدير مشروع محطة توليد الرستين أنه تجري التحضيرات حاليا لتركيب هذه المعدات على قواعدها الأساسية في المشروع ووصلت إلى موقع المشروع خلال الأيام الماضية دفع الثالثة من التجهيزات والمعدات الثقيلة تضم العنف الغازية للمجموعة الغازية الأولى هذا ختام للمبات الاقتصاد وأعود معكم إلى سالم شكرا يا هبا يعطيك العافية محصول التبغ في محافظة طرطوس أهمية كبيرة إذ يعد من الزراعات الأسرية التي تعتمد عليها عائلات كثيرة في محافظة طرطوس كمصدر الرزق الوحيد ولسيما في الريف الجبلي بمناطق القدموس والشيخ بدر ودريكيش وسهل عكار المكان ريف القدموس الزمان موسم القطاف والتشفيف جولة سريعة في هذا الريف البسيط الجميل يلفت نظرك فيه انتشار مئات مناشر التبغي على أسطح المنازل والشرفات وعلى امتداد الأراضي الزراعية زراعة الشقاء كما يحلو لأبناء القدموس أن يلقبوها هكذا أخبرنا العم التسعيني وهو يتأمل أزهار التبغي الجافة متمنيا أن تحمل له بذار العام القادم حيث يمتد إنتاج التبغي على مدار 365 يوما يتشارك في مراحلها من الزراعة للقطاف والشك والتشفيف كبير وصغير كل عائلة أنا مني 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 من الـ 54 من الـ 56 لأنه فرعا مني تقريبا سينا وهذا الدخاني منزرعه أول المشاتين من الأول شواط من هكاليه والشتل بيصير بنيسين بأول يسين يعني الشي بيقدم شي بيأخير من أول كانون منزرع شاسبه المشاتين تم نسقيه لآدار لآدار من نفلح الأرض يكون الشتل صار كبير يعني جاهز للشتل منفلح الأرض ونبلش الشتل هون من كانون لحد الأيام حتى تنسلموا عن بطل الشغل فيه يعني هاي المعاناة كلها يصنف التبغ المنتج في منطقة القدموس من أفضل الأنواع على مستوى المحافظة وتعد زراعته المصدر الوحيدة تقريبا للدخل في ريف هذه المدينة هذه الأيد المليئة بالتجاعيد امتهنت زراعة التبغي منذ خمسينيات القرن الماضي فمر عليها عشرات المواسم ومن قبلها أياد طورت هذه الزراعة فقدمها من قدم الإنسان في المنطقة ساعدته على البقاء في أرضه وتأمين احتياجاته من إضافة العام لإقتصاده إلى دور بتثبيت المواطن في هذه المنطقة لو لا هذه الزراعة الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن وتدر عليه دخل مجموع في نهاية العام لكان لكثير منها أهالي المنطقة هاجر إلى حزام مدن وشكل ضغط على المدن موسم الشتل هو موسم بقدر ما هو صعب وشاق حقيقة ولكن بقدر ما هو حلو في تآخي وفي بركي وفي محبة وفي تساوي بين الناس ومساعدة نجتمع مع بعضنا ونتساعد بزراعة الشتول بعدين بلش الاعتناء فيها تلقائيا تشكل هذه الزراعة رافدا هاما للإقتصاد الوطني تحتاج مزيدا من الاهتمام والرعاية من الجهات المعنية ليتمكن مزارعها من الاستمرار بالإنتاج من طرطوس لقناة سما علي الكنج مشاهدين نشرتنا انتهت بقي أن نذكر بعناوينها الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس الحسكة لا تزال عطشة والمياه لم تصل إلى المدينة بسبب سرقة ميليشيات أردوغان للكهرباء في رأس العين غواصة إسرائيلية تستفز إيران قضية سفينة ميرسر ستريت مطية الغرب لاستهداف طهران شكرا لطيب متابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة